موعد الانترفيو ديوان البزنس الانترفيو في الانترفيو معطيات جديدة حول حديثة اختلاس 660 ألف دينار بالعملة الصعبة في الدندان حسرين على الديوان الفهم نستقبل السيد رشيد بن عبدالقادر مدير عام شركات البنكية للخدمات اللي تنفي أي علاقة بين شركات نقل الأموال المنظمة بالقانون والحادثة اللي صارت مرحبا يا سي رشيد نورتنا اليوم في ديوان البزنس مرحبا بيك شكرا جزيلا مش نحاولوا ربما نسمعوا الناتقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سيدة سندس النويوي اللي في برنامج صباح الناس على موزيكة فام اعطات المعطيات معطيات هامة لأنهم بعد مش نرجعوا ربما نحكيوا على مواضع الخلل وانتوما اليوم انكم ما عندكم حتى مسئولية في اللي سار لأنكم انتوما الشركة الكرهبة هذه ما هيش على ملك أي شركة من الشركات المنظمة بالقانون وذلك عليش سيادتك بحذية اليوم باش نحكيوا على الموضوع ونبينوا للرأي العام حقيقة الأمور وحقيقة السيارة هذه اللي كما قلت ما عندها حتى علاقة بشركة نقل أموال منظمة بالقانون نحكيوا على قطاع موازي حتى في نقل الأموال بين البنوك والحرفاء نسمع أشكالة السيدة النتقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة التفاصيل تمثل أنه شيحنة هذية تابعة لشركة خاصة لحراسة الأموال تم تكليفها من قبل أحد البنوك التنسية في نقل مبلغ مالي لتوزيعه على بقية الفروع البنك هذية العون البنكي التابعة للبنك كان مرافق لحارس وسائق الشيحنة هذية طب من السائق أنه يغير الاتجاه السيارة وأنه يتنقل جهة البندان لقضاء بعض الشؤون الخاصة فعون الحراسة يستغل للفرصة وياخذ حقيبة مالية فيها مبالغ مالية بالعملة الأجنبية ما يقارب أكثر من ستنيات ألف دينار تومتي تبين أنه المسؤولة على السريقة هذية التحق بالعمل في الشركة الحراسة هذية منذ أربعة أشهر من أصحاب الثوابق فيه أكثر من عشر مناشير تفتيش في سريقات وترويج مخدرات وغيره شيحنة هذية ما هيش خاجم بونك سونترال ما هيش تابعة الدولة هي شيحنة خاصة خارجة ما هي كانت من المطلق المتاحة من مطار تونس قرتاج ليستوزيع على بقية فروع كبنك هذية هذا هو سرشيد ربما المعطيات قالتها السيدة النطقة رسمية باسم المحكمة البتدائية بمنوبة البارح وفسرت ربما الموضوع هذية انتوما كشركات منظمة ليفهم قطاع كامل للشركات معناها لتنظيم نقل الأموال فيه أربع شركات وسياتك تشرف على أكبر شركة بيناتهم 90% ربما من العمليات اللي تصير موجودة على مستوى الشركات متاعكم اللي قالت ومهم برشا السيدة النطقة رسمية انها الشركات هذية معناها هذه سيارة مهيش بلندي برشا عبادو برشا ما واقع صورت سيارة بلندي او رسيارات البلندي مهي موجودة كان عندكم انتوما وكان بالقانون متنجموا تملكوها كان انتوما لو كان نحكيوا شوية على الموضوع ذا وتفسرنا ربما المعطيات والخدمة متاعكم كيفاش قاعدين تختلوا لعتكساها سيا ليس شكرا على الفرصة بشا نواضحوا برشا أمور هو الانتلاق من الواقعة الواقعة انه قالت الشركة المختصة في نقل اموال اور الشركة المختصة في نقل اموال فيها عندها ترخيص وعندها ضوابط وعندها قانون نظمها ينظمها اللي هو قانون عام 2002 اخرج وتحين عام 2008 ومزاكي خرج قانون اخر ينظم السيارات ويعطي مواصفات السيارات اللي تستعمل في النقل العاملة التصوير الموجودة في الواحدة هذه السيارة لبلندي متاع اي بي اس شركة البنكية للخدمات هذه اما الواقعة ما وقعتش بالسيارة هذه وذي الخطأ اللي تسرف هو العباد ماشي في بالها اليوم انه شركة بلندي وعامل من الشركة البلندي معناها من الشركات هذوما هما اللي تسبوا في العملية وانتم ما عندكم حتى علاقة البنكة هذه لم تلتج للخدمات متاعكم معانا حتى علاقة بالواقعة هذه قطع منظم نظمنا القانون كما قلت لكم وكشركة انتر بونك سيربيس البنكية للخدمات موجودة على الساحة وتخدم في الاقتصاد التونسي من 2001 نحكيه اليوم الشركة هذه شركة خاصة او شركة عامة لتشرف عليها سيتك ما يشي شركة خاصة او ما يشي شركة عامة هي شركة تخرقت في اتار تأهيل القطاع على البنكة عام 98 وخلقتها العشرة بنوك اكبر عشرة بنوك موجودة على الساحة اللي هي مساهمة في رسمان الشركة بما فيهم انتر بونكير انتر بونكير كما كما السوسي تونيزي كالباعدين سيبليل هذه شركة انتر بونكير مساهمة فيها العشرة بنوك بما فيهم ثلاثة بنوك دولية وسبعة بنوك خاصة انا قلنا خاصة العامة معناها شركة منظمة هيكلة عن اكثر من 600 عامل موجودة في كامل الانحاء الجمهورية ونعمل في قداش عندكم من حريف عن حريف عن 23 بنكة بنكة عن البنكة البريد التونسي عن الاقباضات المالية وعن حرفاء البنوك اللي هو عدد مهول نقول لك نعطيك الرقم نعمل فيه كل يوم نتعده على 4500 نقطة يوميا تغطيو 4500 تهزو لهم الفلوس ولا تاخذوا الفلوس ولا ناخذوا الفلوس اضافة الى كما كان نحكي سيبيلارا وعنها جستيون وعنها جستيون تعليداب هانا جايين هانا جايين هم لانه نحب نفهم بالله 4500 نقطة توزيع او اخذ الاموال على كامل الجمهورية من شمال قداش عندكم من سيارة انا فوق 100 سيارة سيارة تبق فيها المواصفات اللي تكون ملظمها القانون بلندي بلندي مواصفات بلندي لبلنداز معين في هاللي كوبرتمال فيه البوليس والشرطة والسايق وفيه الكيسية وفيه المنطقة فيه الكوفير فور نجمش تجي شركة اخرى وتشري سيارة بلندي كما اللي عندكم منتوما وهي ميش منذوية تحت القانون متى الفين وثن ضمها السيارات هذي تقع الموساطق متاحهم في لجنة خاصة تابعة وزارة الداخلية متناجب تستعمال اللي هي مطابقة للمواصفات الجيبه القانون متى جمش تهز الفلوش فيه اي سيارة ما تحترمش المواصفات الجيبه القانون كما العملية كما العملية هذية في كاربا اتوليتار والكاربا من عشكينية الكاربا وضم ما يكونوا كان عن شركة واخذ الترخيص قطر السيارات باهظة الثمن قدش تعمل السيارة جديدة تعمل فوق الميتين مليون فوق الميتين مليون ميتين ميتين مليون سيارة ما هي سهلة باش اي واحد ينجم ياخذها وزم ترخيص من عند الحضور الامني لانه يبدو اليوم انه نحكيه على معناها عاون امتح حراسة خاصة ولهنها زادة مشكلة اخرى السيد محل منشور معناها عشرة منشير تفتيش نتصور انكم انتوما كيتخدموا زادة معناها كيفاش العملية متاع استقطاب او العباد هذوما اللي تخدم معكم كيفاش معناها ساحكيلي على الامنيين يسكن ديما يخرجوا معكم الامنيين ومعناها البوليس عندكم علاقة مع وزارة الداخلية تخلصوا ولا ما تخلصوش في البوليسية اللي تخرج معاكم والاعوان هذية كيفاش تتأكدوا من ربما النزاها متاعهم وتتأكدوا بطاقة عدد ثلاثة تجبدوها لانه فهمنا انه العملية هذية معناها البانكة هذية تفهمت هي وربما فرنيسار ولا السيد جاب شكون من شركة حراسة ما ثبتوش في البطاقة متاع ويلقوا معناها سيد سرقة ذي يلقوا محل تفتيش عنده معناها ذي سوابق العدلية هذية الكل يصير عندكم انتوما والشركات المضاوية تحت قانون هذه مسؤولية كبيرة سي أنيس وقلنا احنا القانون ينظم العمليات الكل نظم العمليات كما نظم السيارات ينظم حتى الانتداب متاع الاعوان اليخو معنا وتكوين هم ينظم يقول نيفو معين ناخذ نفوت نيفو منطيح من نيفو ثم بتقعد ثلاثة وثم يقع تحيين القانون يلزم نبعث كل عام وكل عامين نبعث اطاع كاملة في العواني بتاعنا ويقع البحث الامني وتقع مراسلتنا أنه الناس كل لعنا يخب كل ما عندهمش مش مشاكل امنية هذا يداخل في القانون بخلاف التكوين يزمو التكوين يتعدى الناس كل تعدى على التكوين في مرادرس تابع وزارة داخلية من وزارة داخلية تابع وتقع رسكتهم في كل في كل المدة معينة نحن ما نلعبوش متفاهمين التواجد الامني اليوم عندكم علاقة عندكم بارتوناريا مع وزارة الداخلية اللي يتوفر لكم الاعوان وقت اللي يتم نقل الاموال الام الكاربة ما تخرج كان بالوجود عاون في وسط السيارة ونتعام عاون امن تابع وزارة الداخلية عاون امن بسلاحه مسلح تابع وزارة داخلية نتعام معه كل يوم يجيونا حسب الطالبات امتاعنا في كامل جمهورية يجيونا تطلع ما تخرج السيارة الا ما يجي للعاون الامن ويطلع الى جانب السائق ويجانب القابض ويكمل كامل التراجي لانه يخرج وتدخل الفلوس للكاسة بتاعنا وقت مهمة الشرطية واضح انتو ما ما تقوموش كان بعملية معناها تاخذوا وتهزوا الفلوس انتو ما لانه نانسى تماما الخدمة متاعكم اساسا حسب ما فهمت معناها من بعض المعطيات انكم انتو ما وليت الانترميديار بين البنك سنترال وبين البنوك لانه البنك سنترال يزم تحط فيها الفلوس والبنك سنترال هي اللي تعطي الفلوس انتو ما لانه تزاي جسيونير زيدا معناها دفن هذا هو هذا هو هو تأهيل معناها ما تعملوش كان النقل انتو ما سيرشيت نعملو هذي كل الناس ما تفهمش وما تعرفش اللي احنا نعملو بغراف انتو ما ما تتكلموش زيدا لحقيقة معنا اول مرة اول مرة العملية الكبيرة لبعد نقل الاموال هي توظيفها وتنظيفها ويعادة توزيحها من شو عنها توظيفها وتنظيفها احنا ما وجيه مخلطة نحطوها عندنا مكينة كبار عندنا مكينة تحسبو بيهم الفلوس مكينة كبار تحسبو فلوس حط الراس على الراس عندها مواصفات معينة باش نصبها في بوكس بالقانون بالقانون كل ينظاف نخلي المقطع ونمسخ كل ينحطو على شيرة ما عايش نوزعو والاخر نعاود نوزعو على البنوك حسب الطالبات متاحهم والفاضل نصبو في البنك المركزي علاقتي هي الواسطة بين البنوك والبنك المركزي ممتاز ممتاز هذا الكل حقيقة معلومات حسرين بيدي قاعد نكتشف عميس أنا كم نغطيو كامل جمهورية عنا ثمانية فروع على كامل جمهورية ونغطيو 24 ولاية نغطيوهم عنا دور كبير في الاقتصاد كما تعرفوا الكاش عنا أرقام مهمة هو كينسة لك مثلا من عرش ترشيد عندك المعلومة ولا لا أنا توا قاعد نكتشف الحقيقة معناها في الهل هل نشوف برشة أفلام ونشوف برشة لكن اليوم هك بحظانة انتي معناها بيش تعطينا قديش قيمة الفلوس اللي هزيتوها من بلاسة لبلاسة معناها قديش الخدمة قديش عندك الرقم هذية رقم مطبيع عن الشاتستيكة بتاعنا نعرفوها عام 2021 رقم ماهول باش تعرف قيمة القطاع وقيمة الشركة اللي نخذها وبمناسبة معناها نشكر العمل وإطارات تاع الشركة وقال لك قرابات 15 ألف مليار يتعدى على الشركة باكية الخدمات 15 ألف مليار معناها 15 ألف مليون دينار 15 ألف مليون دينار السيدة المستمعين نحكيو على أربع ميزانية تونس هذا هو معناها كم يقول على الكاشة اللي يدول في تونس كل يتعدى علينا كاشة يتعدى في تونس كل يتعدى علينا وتقع توظيبه وتقع خدمة كبيرة نخدمه 24 ساعة ل24 ساعة باش ندوسل سرشيد اللي ما فهمتوش ونعرف أنه الموقع متاعك حساس جدا ونتفهم هذا الكل لكن أنا شخصيا ما زلت منيش مستوعب اليوم كيفاش بانكة تتعاملش مع أربع شركات موجودة منهم الشركة اللي ربما هي مساهمة فيها وتجيب سيارة عادية طبعا صحيح أنه اللفة ماشي كبيرة لأنه كنا حسبوها 100 ألف يورو معناها أو 100 ألف بين اليورو والدينار ونتي نتكلم تحت رقابة سياتك معناها باكو صغير ينجم يكون إذا لو كان 100 أمية دولار كرتابة يهزها معناه ماشي حاجة كبيرة ويجيب معاها معناها عاون حراسة من شركات المناولة هذيك لا يعرف عليها اليوم كمان فم مسؤولية كبيرة على مستوى البنكة هذي أنا ما نفهمش الحقيقة كيفاش البنكة هذي منيش نذكر اسمه بطبيعة الحال ولكن ما نفهمش كيفاش الاستهتار معناها يوصل بالطريقة هذي صحيح أنه البنكة اليوم خلصتها لأنه البنكة زادة إذا مننا نفهمه هي ليهزت 660 ألف دينار على عتقها معناها ما فماشي شكون مشي عوضلها البنكة هذي وحتى لسيرانس نتصور أنه لسيرانس عندكم انتوما ما هيش عند شركة أخرى ما هيش منظمة تحت قانون الفين واثنين أي المناسبة احنا العمليات متاعنا فيما قوية في الجاسيرانس حتى في مخاطر الحمد لله احنا عمليات بكلها مؤمنة وتحت ما صارتش قبل هكا إشكاليات ومتاع بركاج ومتاع مشاكل ربما بركاج أنيس بركاج مياقعش خاطر بركاج مياقعش الشرطي الشرطي موجود في السيارة والناس تشوف بركاج ومسلح الشرطية مسلح بلريال معناها عنده وسلح بلسلاح متاعه وسلاح متاعه ومظهر ويهبط العملية تشرفون وتشوفوا حتى العملية كيفاش يتم يطلع في السيارة حتى كيهبط وين يهبط القابض لأي نقطة يهبط معه هو يوصل للأجانس والحريف ويتهنع الفلوس وديما كرب مسكرة وديما محرك خدام وديما إلى أخير ثم ذوابط ثم ذوابط معينة العملية بتاعنا ويعرفوا الشرطي انتبقوه باش ما تقع المشاكل هذية وحنا عنا دي سيركوين معينين ويمشي شعر يعمل قهو ولا يمشي يعمل لا عنا سيركوين معين ما عندوش الحق يهبط وما عندوش الحقي ما عندوش الحق ثم ضوابط من نقطة آئي نقطة الإخيرانية لين يدخل لواحن ثم ضوابط عندكم جي بيس تابعوا فيها سيارة صحيح وهذه سيارة مجهزة بالجي بيس كما جمعون في أي وقت نشوف السيارة وين موجودة وين موجودة آآ أبرا البلنداج وابرا كل ما يتوفر في السيارات عندها نورم انترنشون والموضوع هذا يا زيد يخلي وأنه اليوم فما أربع شركات قتل فما إي بيس هي أكبر واحدة يستشرف عليها سيارتك 90% يبدو من 90% أقرب 90% من معاملات متاعنا كما قلت مع جميع البلوك وزميع رفوع البريد التونسي والأقباضات وإلى جانب مؤسسات وطنية كمستاغ والصناد وإلى أخير سنة الساس كل ما وين الفلوس نحن نمشي واضح وما تخدمو شكرا مع البلوك كهو تخدمو مع البوستة تخدمو مع القباضات تخدمو مع هذوك هذوك حرفاء البلوك حرفاء البلوك هذوك تقول لي تمشي الحريفة فلان وفلان وفلان تعطيهم لي ونمشي لهم وننسيب لهم فلوسهم في اللي كونت متاحهم في البنك سنترات تبع أي بانك وسيادتك اليوم تحب تتوجه للرعي العام وتقول له رانا ما عنا حتى علاقة بالعملية اللي صارت العملية اللي صارت مش صارتش مع شركة أحكي مع التوانسة هذا هو خطر أوجعني برشا أنه تصوير السيارة تبع شركتنا ويحكي على عملية كم هذه أكد لاشحن وجودنا لانا ما عنا علاقة بالعملية هذه وإحنا قطع منظم بالقانون سيارات والمحلات متاعنا بكلها منظمة بالقانون ومعنى حتى مشكل من ناحية هذه إن شاء الله صوتك أصل خلي التوانسة يفهم وأنه مهيش لعبة معناها هزان الفلوس وهذه حرفة كاملة معناها ساميتيا ساميتيا بار وشركات مجهزة وأمنيين وغيره ما هوش قطع لأنه معناها غريب أنه الموازي يوصل للدرجة هذه واللي أغرب أنه بنك معناها يربما يكون مساهم في رأس المال متعشيرك هذية يستهتر ويبعث الفلوس في عملية كيف هذية خلصوا لما حال البنك إن شاء الله درس إن شاء الله درس ما يتعودش وإحنا موجودين سيئة رئيس كما قلتك حكيتني في وقت الأزمات الإبياس والبنكي الخدمات ما تتقفش أشغال المتاحها ما تتقفش فوق كوفيد موقفنا حتى نهار أيامات الثورة موقفنا حتى نهار ومنعنا لتزويد الناس عندكم زيدا تزويد لداب معنا عندكم تزويد لداب عمليات تجديدة نعمل فيها قطع المخاطر زيدا على يمشي الكسية من البنك يمشي ولا نقضي ناخذ المفتاح واللي عنا وإحنا نشرجي لداب يقول لك لأرسيت وطول هين حتى بالإن سيت معنا المش دخلين مش في بانك نمشي وإحنا الانسان بيهم وإحنا العنجار اللي داب بعضهما في أي وقت يطلبونا فيها للبنوك ما نسيتش ترفع فلوس عندك في الفيستا ولا حاجة ما جيتش بترفع فلوس لا منوها علي لا في الحفظ والأمال في الحفظ والأمال فلوس فلوس للمزح وكهو سيكشيد بن عبد القادر يعطيك الصحة مدير عام شركة البنكية للخدمات الشركة هذه منظمة بالقانون وتقول وأنه معنا حتى علاقة باللي صار هذا قطع موازي في مجال نقل الأموال القطع الموازي وصل حتى المجال نقل الأموال وربي يهدي معناها الساهرين على البنك هذا لما حالة ربما صارت لهم المشكلة هذه وفما قطع منظم كامل يمثلوا اليوم سيكشيد بن عبد القادر مدير عام شركة البنكية للخدمات نشكرك برشا على اختيارك جي وانا فام يأتيك صحة على المعطيات الحصرية هذه نتقابل شاء الله غدوة في أمان